ازيكم مشوهر معكم على نهاية وكانت قناة انتك ميوت سينا اليوتيوب هنستعد نهاردة ابرز 5 مميزات جاد في متصفح جول كروم الاصدار اخير ليه طبعا جول كروم متصفح جانع التعريف اشهر متصفح هتبقى على الساحة من انتاج شركة جوجل او شركة جوجل هاي اللي وقفة وقرارة فاكيد يعني المتصفح تفعله من الانترنت فاشق يعني عملاء جدا لمميزات كتيرة جدا زي السرعة الامان السلاسة وغيره عنده مشاكل ايوه مشكلته الكبيرة في استهلاك كرام بشكل خرافي استهلاك اداء الجهاز لكن حاجات دي كلها تحلت وبتتحل مع الوقت ومع التحديثات فانه هلده هنستعرض ابرز 5 مميزات او ابرز 5 مميزات جا فيها اخر تحديث المتصفح ده ونصايح او حركات مخفية في المتصفح ده نادر اللي يعرفوها او اوليج جدا اللي يعرفوها هتسهل عليك جدا تصفحك الانترنت او استخدامك من المتصفح ده بشكل كبير جدا فاتاكد ان انت شايف الفيديو ده للنهاية وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة واتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد احنا بنقدمه خش في الموضوع على طول اول حاجة او اول ميزة جا بيها مشكلة الكارسية اللي كانت منجودة في الزراط القديمة نفس المشكلة اللي كنا بنعاني منها ان كروم بيستحلك الجهاز بشكل كبير جدا بيستحلك من الرام بالذات الرام حاجة كبيرة جدا بيستحلكها من الرام بيعمل حال التشنج للجهاز لو انت فتح تابين ثلاثة زي اللي انا فتحكم كده فانت كده خلاص يعني استهلكوا او استهلكوا مرض الجهاز كله لكن الموضوع ده هتحلي في اخر اصدار اللي هو برقم 79 ضفوا خاصة جديدة في المتصفح خاصة زكاية شوية عبارة ان انت لو فتح اكتر من تاب زي كده فالتباد دي بتسحب من الجهاز يعني التباد دي شغالة التباد دي فيها اكواء فيها خدمات فشغالة فشغالة وبتاخد من اداء الجهاز طبيعي كل تابة منهم مثلا بتاخد ميت ميجا وفي تابة بتاخد 150 ميجا على حسب كل تابة واللي انت فتحه فيها فالفكرة انت لو فتح التابة دي مثلا مدت نصف ساعة فالتباد كلها شغالة فبتستهلك من اداء الجهاز بشكل خرافي مع انك ممكن تكون فتح التابة دي زي حالي تجد الوقتي والتباد دي انت سايبها نسيها اصلا بس مش هستقفلها كسل هو دماغك ايلارك ان هو خلاص انا انا متكيف ان انا عملهم الستاشر تابة انا فتحهم كده تجي تقول لقفلهم والله بابدا من قفلهم هي دي الدماغ فجوجل عرفت المشكلة دي وعرفت ان احنا يعني ناس جمدة يدا فما بنقفلش حاجة والجهاز بقى مش مشكلة بقى فحالة المشكلة دي ان التابة اللي هتخط اكتر من خمس دقايق ما بتستخدمهاش هتجمد والخاصية دي اسمها في تاب فريز او تاب فريزد اللي هو تجميد التابة بعد خمس دقايق هيبدأ المتصفح يجمدها لك ويفصل لك كل الموارد اللي هتستهلكها او انها مش موجودة لغاية ما تخش او تغط على التابة تاني يعني مثلا عندي التابة دي مثلا بعد خمس دقايق خلاص هو جمدها اقتنع انها ما بيستخدمهاش خلاص فبيفصل عنها الاداء تمام او بيفصل عنها بيخليها يعني ما تستهلكش من الاداء ويعني ملحش هتداون يقفلها تابة دي فملهاش لازمة انها تستهلك من اداء الجهاز خصوة انها مش مش مستفيد بيها انها مش فرقة اصلا طيو جاعد انها بضغط عليها وابدأ ارجع تاني للصفحة وتعمل في الصفحة يعني بيبدأ يفهم انها خلاص دخلت على الصفحة ويبدأ يشغلها معي ويبدأ يخليها تستجيب معي فدي ميزة جديدة اضافة هتحسنت كتير جدا هتحسنت كتير جدا من اداء الجهاز ومن اداء المعالج معاك من ناحية السلاسة من اداء الجول كروم معاك من ناحية السلاسة والصرع ويرو انا هسيب لك برضو رابط بس هارب لك في المميزات كتابية لو حابب تقرأ بالتفصيل عن المميزات اللي جا فيها او افضل او ابرص خمس مميزات جات في المتصفح ده او في احرص اصدام المتصفح ده طب تاني ميزة ودينا اشايفها ميزة مهمة جدا في حالة ان احنا كنا مثلا فتحين فيديو على اليوتيوب فتحين اغنية مثلا ونطرج عليها او بنسمعها وفي نفس الوقت عادين بنتصفح موقع بنتصفح مقالي وشغالين عادي اعجبتنا حتى في الورنية مثلا سواني هنفترض ان دي اغنية تمام نضغط عليها بس عشان يعني اشي الجو هنفترض ان دي اغنية تمام والدنيا تمام وشغالة وعجبتنا حتى في الورنية دي وانا في نفس الوقت بتصفح ففي حتة عجبتني يعني دخلت دماغي انا عايزة ارجعها فهرجع تاني واضغط الحتة دي ورجعت انا اتصفح يعني اضطريت ان انا اقفل الموسيقى او اقفل الفيديو لسبب ان كان هقفله وارجعت انا اشتغل فالموضوع مش حلو رخم شوية كل شوية هروخه هاجي هروخه هاجي فالموضوع تحل ازاي الموضوع تحل ببساطة بالاضافة دي بالاضافة اللي انت شايفها دي هتلاقيها موجودة معك في التحديث الجديد طبعا ان اللي لا عندوش التحديث او اللي يقولي ان انا ما عندوش التحديث ده اجيبه ازاي هتلاقينا بقض بسيب لك ورابط في وصف الفيديو هيودك لطريقة التحميل الخاصة بالمتصفح ده وبالتحديث ده نجح تاني الموضوعنا هتلاقي الاضافة هما دفعها لك هنا بيتحكم لك في الفيديو بيتجيب لك شكل الفيديو الاضافة دي معاك في اي مكان هتروح وهتلاقي هنا اضافة موجودة وهتلاقيها شرالة يعني انا رحت هنا رحت مشغل طبعا المقطع واقف هشغله هيبتدي يشتغل معايا هرجعتنا هرجع مثلا هنا هوليكم عشر ثواني هلا يرجع معايا هو ففي نفس الوقت الكلام ده شرال لو انا رحت مثلا هنا انا ساب الفيديو شرال هوقفه من هنا هاروح و لقى الفيديو واقف هتقدم بقة هتاخر وانت في نفس المكان هو شرال وشغال هنى على الاقمية في ناس هتقولني ان يا جماعة مش هتلاحظ انا مش لقيها او مقطع الصوتي ده أنا مش لقيه او العلمة دي دي انا مش لقيها اتاكد بس ان انت يشغل الصوت هنا اتاكد بس في الفيديو او المقطع الصوتي انا فيه صوت فعلا غير كده يعني انت لو مثلا عمله كاتم او ميوت خالص كده غالبا مش هتلاقي العلامة دي موجودة انت لو عمله ميوت وقفلت المتصفح وفتحته تاني مش هتلاقي العلامة دي موجودة يعني زي كده زي كده انا فينا ميوت العلامة مش موجودة هتقول ده علاء محدس اخر اصدار العلامة مجاتش ليه وتبدأ تحمل من جديد وتحصل لك مشاكل كتير لا هي هي مش موجودة ليه عشان ما فيش صوت هعلي بس الصوت كده دي المحرك المسؤول عن برمات مجنة وظهرت العلامة اسكوتين تبس شوية اشتغلت العلامة وظهرت هتقدر تقدم هتقدر هنا تقدم تأخر ونفس الوقت وانت شغال فهم عمله وتقفل براختك فدي ميزة هتسهل عليك حاجة كتير جدا وفعلا احنا كنا محتاجين الميزة دي ثلاث اضافة اضافة اضافوها وثلاث ميزة اضافوها هي عملية لو انت عندك متصفح كول كروم على جهازك باندرويد وحابب تنسخ حاجة انا اعجبك مقال هنا مثلا عايز تنسخ الكلام ده عايز تعمل اي حاجة عايز تنسخ لينك معين وعايز تفتحه من التلفون او عايز تنسخ رقم وعايز تنسخ تقطع التلفون فبتطرها تكتبه من اول وجديد لان ما فيش اي طريقة تخليك مباشر تنسخ الكلام ده وخصصا مثلا لو مقالة حاجة طويلة ونص طويل مش طعف تنسخه ومش طعف توصله هناك لا الموضوع ده تحل في اخر التحديث اللي وهو 79 هنا واخر التحديث في المتصفح الخاص نظام اندرويد تتأكد ان انت محدث نظام متصفح الخاص بجهازك الاندرويد لاحدث اصدار وكروم هنا لاحدث اصدار طبعا لازم يكون كروم ولازم يكون مسجل بنفس الحساب يعني عندك هنا الحساب ده هو هو نفس الحساب اللي متسجل في جهازك الاندرويد اللي متسجل في كروم وبمجرد ان انت هتختار اي كلام من هنا اي حاجة هتحدد عليها في اي مكان يعني مسلا هتروح الى الاسترارات دي هتروح عليها چدا مسلا وهتروح ل هنا كليل يمكن هتلاقي هنا فوق النسخ الرسال الى واسم جهازك مسلا اسم جهازك احمد تعث jumps Jer هتلاقي مكتوب الاحمد تعث سبعات ده جهازك رسال الىzem blackOG galaxy not ahamed تفاهمني ياellانيا مهوم يعني هتلاقي اسم جهازك واعمون جانبه الرسال الى اسم الجهاز طبعا مش عارف술 اشترح لكم دي فعلا عمليا لان انا ما بملكش دلوقتي جهاز اندرويد وهي متاحة الان عن اجهزة اندرويد مش متاحة دلوقتي اجهزة ايفون لكن دي ميزة هتساعدتكم جدا هتفدتكم جدا وهتسهل عليكم حاجات كتير الميزة الازاتوغة طبعا معروف من كروم من اعمال المتصفحات ودائما غالبا او حد فينا بيخش موقع بيخش اي حاجة بيقولك ان ده محتوى مضلل او دي صفحة احتيالية تسعب حيناتك او صفحة ضررك اللي هي لما بيجيبها لك شكل اللح مرض خلاص بيقفلك الموقع دلوقتي الموضوع اتطور شوية با اي موقع مفروش تشفير HTTPS يعني مفروش في الربط بتاعه HTTPS يعني ده HTTPS ده نوع من انواع التشفير ومفروض ده الغالب دلوقتي انه عاد موجود انه لازم يكون في اسم دلوقتي اي HTTPS لوحدها اوتوماتيك متصفح كروم هيقفلها لك لنضيفها خطر عليك حاببت تعرف ليه هتقرأ برضو الكلام هنا هتفهم ليه الموضوع ماش ازاي او لعملوها كده وبكده نكون استعادنا افضل خمس مميزات في الاصدار الجديد من المتصفح ايه بقى هي النصايح او ايه هي الحاجات المخفية اللي هتخلي تجربتك لمتصفح كروم تجربة كواسة جدا وسهلة جدا 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 في البداية هي خدع واصرار في المتصفح يعني مثلا المتصفح انا بشتغل على الوجهة دي تمام انا بشتغل على التابة دي وعايز اقفلها او حين اقفلها لا كلنا انا عملنا اعمل كنترول ودابلو كنترول ودابلو هلاقي اوتوماتيك الصفحة تقفلت طب انا تقفلت بالغلط يعني جيت على الايكونة دي وقفلتها انا عايز ارجع الصفحة اللي خياتت اعمل اي مفيش اي استعادة هتطاوح اكتبها تاني واعمل واخش الهيستوري واخش اشوف الصفحة لا مش عملية احنا بنتعلم دلوقتي خدع او مهارات في المتصفح مخفية كل انت هتعملها تضغط كنترول وفوقها على طول شفت وحرف ت هيرجع لك الصفحة اللي انت قفلتها يبقى كنترول ودابلو هيقفلك الصفحة اللي انت فتحها دلوقتي كنترول شفت ت هيرجع لك الصفحة اللي انت قفلتها الموضوع مش ماشه على صفحة واحدة الموضوع مش عباقة من صفحة يعني مثلا كنترول دابلو قفلت دي. كنترول و دابل و قفلت دي. لو عملت كنترول و شفت و تي. هيرجع لصفحة اللي فاتت بس لا هييرجع لك لحد اخر عشرة صفحات. كنترول و شفت و تي رجع لصفحة بتاعت اليوتيوب. في نفس التعليق بتاعت الكنترول و شفت و تي هعملها هيرجع لي الصفحة اللي قبلها بتاعت المدونة عندي. طيب حاجة زي مثلا يعني قعدة تحميل الصفحة ليه? يا اما بضغط عليها من هنا يا اما كليك يمين وبعمل اعادة تحميل من هنا. لا. عادي ممكن اشغال الموقع معلق معي على اي حاجة. كنترول وار. كنترول وحرف الار. هيعمل لي رفريش من الموقع عادي والصفحة تبدأ تعمل ريولود عادي. حاجات دي كلها ببان عليها خفيفة بس مع تصفح ومع ايدك لما اتحد عليها هتحس انها سهلة جدا. وبتصرع من عملية التصفح الخاصة بك. طيب حاجة تاني ودي بيشافها ميزة كويسة جدا صراحة. لو انت مثلا هنا. ازاك مش بك. لو انت مثلا هنا وفتح الموقع او فتح القناة عندي. وعايز الفيديو ده. الفيديو دي تفتحه. بس افتابة جديدة. اللي هو نفس فكرة فتح الرابط او فتح في رابط اخر تمام. في حركة يعني اروح شوية بتعملها بيها. بتاخد الصورة دي زي ما انت شايفها كده. بتوديها فوق. بتحاول معك بالشكل بص بتحاول معك بالبلاس علامة ازاك دي انت شاوفها دي. رط عليها هي افتح للفيديو في رابط جديد او في مكان جديد. طيب انا عندي الصفحة دي. تمام? انا عندي الفيديو دا. بس عايزة افتحه في نفس الصفحة دي. هروح اكتب الفيديو ده او هروح اخد نسخلة الفيديو ده واحطه هنا واكتب. الموضوع مش عملية. هروح اخد الفيديو نفسه وفي الايكونة التابة دي هيبدأ في نفس التابة يعمل لي ريلود في نفس الصفحة دي اعمل عليها نواة الكوروميوم وفرت عليها وقت الموضوع بسيط حاجات بسيطة بس فعلاً تحس ان انت فخم كده محترف يعني فاهم المتصفح الموضوع مش مكتصر بس عن فيديوهات او مش مكتصر ان اجيب اي حاجة وحطها هنا لا عادي جدا ممكن اخد الرابط ده كله زي ما انت شايفه راهو واسحبه وروح حطه هنا هيفتح لي الرابط الجديد اعملوا عليها نواة الكوروميوم او اي حاجة لها اضغط هنا بيتحولك لموضوع جديد اي حاجة مثلا الموضوع ده هاخده تمام هو هنا جايب لي مش سامح لي ان اقضى اعمل اي حاجة بس احطه هنا هيفتح لها طول الموضوع في التابة الجديدة يعني اعتقد انها كده وصلت لي الحركة دي طيب حاجة جديدة اللي هي النافذة في التصفح المخفي ان فهمني اللي هي بتبقى التصفح مخفي اللي مفيش حد بيقدر يشوف انت بتعمل ايه وابتح تتفصش بالهيستوري اعملها ازاي كنترول وشيفت وان بل ايه هجبت معي التصفح المخفي اقدر اتصفح عادي بدون اي مشاكل مسلا اخش على الموقع عندي اعمل ايه حاجة بس التصفح ده ما بيتحفظش ما بيتحفظ لهش الكوكيز ما بيتحفظ لهش السجل بتعكل ايه حاجة وقت ما خلص تعودنا كنترول تعود ان انت بتعود بكنترول هتلاقي الموضوع سهل وبسيط عليك طبعا متصفح ليه اختصارات بالهبل ليه حركات مخفية جدا بس دي اكتر حاجة او اكتر اختصارات انا بستخدمها بتسهل علي الموضوع سهل علي التصفح هتلاقي ايدك تعودتها خلاص لانك كنترول وشيفت وكنترول مع ار هتلاقي نفسك تعودت بسهولة جدا طيب انا في هنا طيب انا عايز الصفحة دي لوحدها يعني عايز الصفحة دي مستقلة عن الصفحات دول ما يكونش لهم علاقة بالصفحات دول كل انا عملو اتنين كليك على الموضوع ده ان انا اردها يميل وشمال واسحبها لتحت فاتفرق بقت صفحة لوحدها عايز ارجعها تاني اهو الحاجات دي ممكن تكون تعرفها او عارف حاجات منها لكن سرداني فيه ناس كتيرة وما كانتش تعرف الكلام ده لما كنت باشرح لهم الموضوع ده مش عارفينه فاكتشفت ان مش خد يعني او ناس كتيرة برضو مش عارف الموضوع ده من الميزات دي فخلي بالك ان فيه ناس ما ترافش حاجات دي طيب حاجة جديدة انت مثلا بتصفح المقال ده او بتكتب موضوع او بتكتب اي حاجة وبتاخد بيانات مثلا من الفيديو ده وعايز تروح هنا خلاص احنا اسكي سريع ناسكي سريع جدا وانا لسه احرك الماوس وانا اضغط هنا لا كلنا اعملوا كنترول والارقام عندي من واحد لتسعة ببدأ امشي معها يعني انا دلوقتي في التابة الاولى انا دلوقتي اجي علاء في التابة الاولى ازروح التابة التانية كنترول وافضل معلق واروح رقم اثنين رقم تلاتة رقم اربعة واحد اثنين تلاتة اربعة بنفس التابة فالموضوع صدقني بالذات في الكنترول والتابات دي هيفرق معك جدا 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 وكده نكون استعرضنا مميزات المصفح الجديد ونفس الوقت قلت عليك حاجات او خصائص ممكن ما كنتش تعرفها هتفيدك جدا وهتسهل عليك جدا التصفح قبل كنت استفدت من الفيديو النهاردة في النهاية لعجبك للفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتفعل اشعارة الموقع اشعارة الموقع مهمة جدا بنزل عليها مواضيع ما بنزلهاش على القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام